نتحول إلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات جلسة التدولات على ارتفاع جماعية وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات و 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليار و 594 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر SGX30 عند مستوى 9984 نقطة وأغلق عند مستوى 1048 نقطة مرتفعا بذلك بنسبة 64 من 100% كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1762 نقطة وأغلق عند مستوى 1762 نقطة وارتفع بذلك بنسبة 81 من 100% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2639 نقطة ليغلق عند مستوى 2667 نقطة مرتفعا بنسبة 41 من 100% نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و 62 قرشا شراء و 18 جنيها و 70 قرشا للبيع اليورو 19 جنيها و 87 قرشا شراء و 19 جنيها و 96 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه السليني إلى 23 جنيها و 29 قرشا شراء و 23 جنيها و 40 قرشا للبيع أما أمام العملات العربية فقط سجل الدرهم الإماراتية 5 جنيهات و 7 قرشا شراء و 5 جنيهات و 9 قرشا للبيع وسجل الريال السعودية 4 جنيهات و 69 قرشا شراء و 4 جنيهات و 98 قرشا للبيع